بهذا الفيديو رح نعمل فطاير السبانخ بطريقة كتير بسيطة وسهلة ورح تحبوا الوصف كتير كتير تابعوا الفيديو للأخير بهذا الفيديو رح اعمل مقدار صغير فرح اعمل نص كيلو رح نحتاج لنص كيلو من الطحين اي طحين متوفر عندكم ونحط عليه ربع كوب من لبن الزبادي فيكم تستبدلوها بحبة بيض واحدة ورح احط كمان ربع كوب من الزيت النباتي ونص معلاء كبيرة من السكر ومعلاء صغيرة عفوا من الملح ومعلاء كبيرة من الخمير الفورية ورح نحتاج كمان لكوب وربع من المية الدافية بحرارة الجسم رح نحط اول اشي الكوب كامل والربع رح نحطه بالاخير شوي شوي حسب حاجة العجينة وهلأ رح نعجم فيها لحد ما تتماسك عندنا وتتشرب كل السوائل الموجودة فيها وطبعا رح احط هنا شوية من المية لانه حسيت انها بحاجة لمقدار تقريبا معلقتين كبيرة من المي وهلأ رح ألمها للعجينة بمقدار معلقة كبيرة من اللطحين لتلم عنا وتصير عنا عجينة متماسكة غير لاصقة بعدها رح احتاج لوعاء ونحط فيه شوي صغيرة من الزيت النباتي او زيت الزيتون حسب اللي بتحبوه وندهم فيه هذا الوعاء ونحط فيها العجينة ونتركها لمدة تقريبا ساعة لساعة ونصف كل ما ارتحت اكتر كل ما اعطتكم نتيجة احسن ورح نحطها كمان بمكان دافي ما يكون حامي كتير ولا بارد كتير وهلأ رح نحتاج لمسكله من السبانخ طبعا احنا هادي النوع السبانخ المتوفر عندنا فيكم تستعملوا اي نوعية متوفرة عندكم وبعدها رح اغسلهم كتير كتير منيح واحطهم بالمصفاي لتتصفى المية الزايدة بعدين رح ابلش افرم فيهم طبعا انا فرمتهم فرم متوسط فيكم بين المتوسط والخشن بعدين رح نرش عليهم معلقتين كبيرة او معلقة كبيرة من الملاح حسب اللي بتكم ياه انا حطيت مقدار معلقتين كبيرة لحتى ينزل السوائل اللي موجودة بالسبانخ عشان لما منحطها بالعجينة ما تتشتش عندنا ولازم نفرقهم بهذا الشكل اللي يتوزع الملح على كل حبات السبانخ وبعدين رح يتقلص حجم السبانخ ولاحظوا كيف بصير عندنا حجمه وبعدها خطوة كتير مهمة انه لازم احنا نحصر السبانخ من السوائل اللي بتنزل هاي السوائل بتنزل كلياتها من الملح اللي احنا حطينا وعملت هاي الحركة على كل الكمية وهيك عندي الكمية كلياتها بعد ما عصرتها شوفوه كتير كتير ناشفين رح نحتاج لنص كوب من زيت الزيتون او اقل شوي صغيرة ويفضل يكون زيت زيتون وحطيت عليهم خمس حبات من البصل مفرومين بين الفرم المتوسط او الخشن وبلشت اقلب فيهم على الخفيف ليتدبل عندنا البصل مع المحافظة على لهم بياض البصل بعدها رح نرش عليه الملح ونستمر بالتقليب ملاحظة مهمة في ناس ما بتعمل البصل بهاي الطريقة بتحطه ناي وبتفركه مع السبعنخ بس اتنصيحة لكم هاي الطريقة اطيب بكتير من هديك الطريقة رح نحط معلقتين كبيرة من الشطة وفيكم تستغنوا عنها اذا ما بتحبوا الاشي الحار وحطيت معلقتين كمان كبيرة من السماج وعصير نص ليمونة وفيكم تزودوا الليمون اكتر واكتر طبعا كمان ملاحظة صغيرة عندي هون الغاز هلأ مطفي لما بحط المكونات التانية غير البصل بطفي الغاز عشان ما يتغير لونه وصير عندها الخلطة تصير لونها على سواد وبس اتدبلت عندي البصلة تماما وحسيت انه استوت بنسبة 70% حطيت كل الكمية فوق السبعنخ وهيكا من حرارة البصل رح يتدبل عندنا السبعنخ وصير جاهز للأكل بطريقة كتير طيبة وهلأ رح نحتاج للعجينة بعد ما اختمرت انه نقطعها لكرات متساوية وقطعت الكمية كلياتها بهذا الشكل بعدها حطيت كل الكمية جوه صينية مدهونة بالزيت حطيت شوية من زيت الزيتون وبلشت اسوي بالعجينة بهذا الشكل دائري وطبعا لا تكون خميلة كتير ولا تكون كتير رفعة بعدها حطيت كمية من السبعنخ الكمية اللي بتكون اياها انتو وثنتها من الجوانب بالطريقة التقليدية وهيك صارت جاهزة بعدها حطيتهم بالصينية اللي رح تدخل الفرن وبلشت احط على وجه الحبات شوية من زيت الزيتون اللي حتى تعطينا لون دهبي كتير حلو بعد الخبز رح نحطهم بالفرن على حرارة 200 من تحت بالأول بعدين رح نشويهم على الشواية ليصيروا جاهزين عنا بهذا الشكل بس يطلعوا من الفرن فيكم تدهن وجههم كمان مرة بزيت الزيتون اذا بتحبوا شوفوا ما شاء الله كيف طالعين كتير كتير طيبين وماخدين اللون الدهبي من جميع المناطق والعجينة اكتر من رائعة كل ما تركتوا العجينة ترتاح اكتر كل ما رح تعطيكم نتيجة كتير ممتازة شوفوا ما شاء الله كيف من جوا طبعا طعمتهم كتير كتير مميزة وجد ما رح تلاقوا اطيب من هاي الطريقة وهيك وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى كتير يكون عجبكم اذا عجبكم خبروني بالطريقات شو رأيكم بهاي الوصفة اضغطوا لي زر اللايك وكمان اشتركوا بقناتي اذا انتوا جداد على هاي القناة شكرا كتير للمتابعة وباي باي اشتركوا في القناة